بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وفي كل بقعة من بقعة الدنيا جمهور النادي الأهلي العظيم أهلا بحضراتكم وألف ألف مبروك الفوز بدوري أبطال إفريقيا الأميرة السمراء نورت قلعة البطولات قلعة الانتصارات النادي الأهلي والفوز بي البطولة الحداشر بطولة جديدة وانتصار جديد ومن قلب كازا استطاع النادي الأهلي أن يفرد قلمته ويعود بدوري أبطال إفريقيا نبدأ نعد ونقول واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة والحداشر حداشر كأس لدوري أبطال إفريقيا أعظم البطولات وأهم البطولات الإفريقية في جميع المسابقات داخل الكرة الإفريقية دوري الأبطال أخيرا عادة من جديد إلى قلعة البطولات تقلعة النادي الأهلي دلاب بطولات النادي الأهلي الحمد لله مليه بالبطولات مليه بالإنجازات مليه بالانتصارات والأرقام القياسية ولكن الأهم من دلاب البطولات هي شخصية الأهلي سبق في المكان ده قلنا وأكدنا وكانت قناة الأهلي لها رسالة إعلامية واضحة ومباشرة من أول يوم من بعد صافرة الحكم الليبي بعد انتهاء لقاء الزهاب وقلنا أن شخصية الأهلي هتفرد نفسها لا هنتكلم في تحكيم ولا هنتكلم في أي أمور شرعية يعني فرعية ولا هنتكلم في أي تفاصيل أخرى عن ركز في الملعب وعن روح المغرب وهنرجع بدورة أبطال إفريقيا من كذابلانكا وبالفعل النادي الأهلي فرض شخصيته كلامنا ما كانش مجرد للاستهلاك الإعلامي كلامنا كان بناء على التاريخ بناء على أرقام بناء على أنك بتتكلم على شخصية الأهلي مفيش فريق في أفريقيا بيمثل عقدة للأهلي الأهلي دايما هو العقدة لكل الفرق الإفريقية بص على التاريخ بص على الأرقام بص على المشوار مفيش فريق يقدر يكسب الأهلي مرتين ثلاثة إذا كسبت مرة إذا كسبت التانية التالتة مش هتبقى تابتة وفي نفس المكان ده قلنا كده والحمد لله كل اللي قلناه حصل ومش حصله بس لا ده حصل أداء ونتيجة وفرض شخصية لأن الأهل فرض شخصيته في مركب محمد الخامس وسط أكتر من حوالي خمسين ألف متفرج فوز الأهل على فكرة مش بالبطولة بس ولا الانتصار والعودة بالكاس بس فوز الأهل بحضور جماهير النادي الأهل فوز الأهل بجماهير اللي صنعت الحدث داخل مركب محمد الخامس حلقة النهاردة على فكرة هنستعرض فيها كواليس مهمة جدا وهنتكلم على كل التفاصيل المتعلقة بلقاء الإياب في نهاي دوري أبطال إفريقيا لأن النهاردة عندنا فيديوهات وعندنا صور وهنتكلم أكتر على تناول السوشيال ميديا لمباراة نهاي دوري أبطال إفريقيا وكمان في عز فرحتنا أكيد استحالة ننسى دور جمهور الأهل لأن جماهير الأهل مبارح عملت ملحمة تاريخية وصنعت حدث لا يقل أهمية عن الحدث اللي كان موجود على أرضية الملعب بصراحة جمهور الأهل مبارح قدر يفرط شخصيته في مركب محمد الخامس بالدخلات القوية بالتأثير القوي بالشخصية اللي قدر نتكلم عليها على طول القول لجمهور الأهلي من خلال الاتحاد الأفريقي وكل المسؤولين عارفين أن جماهيرية النادي الأهلي كبيرة جداً سواء في مصر أو حتى خارج مصر وعدد كبير جداً قدر يوصل للمغرب ويشجع الأهلي وما يقرب من حوالي ألف وخمسمائة مشجع كانوا موجودين مبارح في مركب محمد الخامس حالة النهاردة على فكرة فيها كواليس مهمة ونستعرض كل الفيديوهات والأمور الخاصة بيه كواليس لقاء السوبر ونركز أكتر كمان على السوشيال ميديا والترند اللي كان موجود خلال الساعات الأخيرة لكن بسرعة نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة النهاردة وسؤال حلقة النهاردة ترجمة نانسي قنقر